عراقة حي شطيت تؤاهله بأن يصنف في الأحياء الاثرية التي تلقى عناية خاصة لكنه على العكس من ذلك فسكناته تتهاوى بسبب الإهمال وشوارعه خارج اهتمام السلطات يقديم ومعطالبين للترميم ومعطالبين هنا بأي يتوقف أمان الدولة معطاتنا والو كان عطاتنا الدولة ما يتيحس الملكة كذا ونبقى نتحت للناس ونسكن رئيس بلدية الأغواط يقول إنه يعرف الحي جيدا وانشغالات سكانه يعني الشارع عارفه مليح وتبعته وحبست الإشغال هذي حال مرة يعني كي مرى الحمام متاع الشيب وجاي هذا أذى والشرع اللي راموا سوسين المقاول مخدمش خدمزين الحد الآن المقاول مازال مخلصش وفيما خص توسيعة تأشي وارع شطيت يعني راح بسي الشيخ في ذلك الجوية أولا الميزانيين تاع البلدية ما تسمحش ما تسمحش باش تطرق العملية كما هذه لكن ما يراه السكان خلاف لما يراه المسؤولون وبعض الوضعيات لا تحتاج لعناء كبير وإنما لمقدار من الاهتمام لا غير